عمرك حسيت انه حياتك فورة تحس انك ضايع ما تدي وش تسوي متشتت ودك بس تنظف عقلك اتصفي افكارك هذا موضوع كتابنا اليوم Think Straight by Darius Forrow معكم محمد القفاري الدكتور فلان بن علان اليوم في بودكات صفحتين اللي مو بس نناخذ كتب ولكن نعيش كتاب في عشرين دقيقة لا تنسون تلبسون بطنية او شغل مكيفة انتم بالصيف وخلنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كتابنا اليوم شوي غريب لانه مختلف نوع ما من الكتب اللي ذكرناها السابقا في الحلقات اللي راحت لانه الكتاب هذا لا يتكلم عن حل مشكلة معينة بل انه يتكلم عن موضوع كثيرة بما يخص الفكر والتفكير والعقل فهو المؤلف جمع كثير من الدروس اللي تعلمه بحياته اكثر من عشرين الى ثلاثين درس في هذه الحلقة من صفحتين قررنا انه ناخذ بعض الافكار المؤثرة الرئيسية اللي نقدر انفيدكم فيه يعني مثلا كيف تفكر صح وكيف تفضي عقلك كيف تصفي افكارك فخلنا ابدأ بالفكرة الاولى وهي ان اذا ودك تفكر بصفاء اذا ودك تصفي عقلك لازم تمارسها لازم تمارسها مارس عقلك يعني وش نقصد؟ نقصد انه عقلك اكيد نسمعنا الفكرة من قبل انه عقلك عضلة لازم تمارسها يبدل مؤلف بهذه الكلمة المعروفة انه على سبيل المثال عقلك مثل ايدينك حلو حنقول انا ايدي ودي روح النادي بصير معضل اذا ودي عضلها لازم استمر بالتمارين مو بس اشي العضلة من روحت لا لازم استمر واستمر ان يشي الحديد لمن ايدي تكبر وتعضل عقلك نفس السالفة انك اذا ودك تصير عقلك اقوى وانك تفكر بصفاء دايما لازم تكون تمارسها يعني داوش يقول عقو ما تعضل ايدك ما تروح تقطع النادي لانك تعلم بذين قطعت بتروح العضل فحقيك نفس الشي ليش اذا تخرج من الثانوية او اذا تخرج من الجامعة تبدأ توقف التعليم بالعكس مفروض دائما دائما تحاول انك تتعلم زيادة دائما تحاول تحسن نفسك انك تكون افضل نسخة من نفسك لكن ممارسة العقل لا يعني فقط التعليم بالعكس صاح التعليم لها دور يعني ماذا زي التعلم المعلومات الجديدة واتوقع انو هذي اصلا المعلومة ما احتاج اقول لكم دائما كم اصلا قاعد تعمون هذا الحلقة اكي انكم تحبون التعلم واشياء الجديدة لكن فيه التعلم زي التعلم اللغة تعلم اللغة عادية تمارس عقلك بقوة لكن ممارسة العقل قد يكون اشياء ثانية زي الالعاب اللي تخليك تفكر زي الشترانج زي بعض اللعاب مع البطاقات تتخلي عقلك تفكر وتحتاج تستخدمها كذلك المؤلف يقول روح اجلس مع بيئة مختلفة يعني مثلا حنقول انت فيك ما راي روح اسمع من اقراء المختلفين روح خالط ناس جدا روح سافر اقرأ خل دائما في اشياء جديدة مستمرة في حياتك تمارس عقلك مو شرط التعلم مثل ما قلنا لكن اي شي جديد لكن مع الافكار الجديدة بتجي افكار جيدة وافكار سلبية فكذا ليش النقطة ثانية اللي اتكلم فيها داريس المؤلف حبيبنا وعزيزنا يقول انو لازم مهم جدا انكم معي يا جماعة فلتروا افكاركم نعم يا جماعة الخير لازم تفلترون افكاركم مو بكل شي تسمعونه وتصدقونه بعض الناس عاد للأسف يعكسون الفكرة ذي بالكامل كل شي يسمعونه وما يصدقونه فلازم عاد يكون عاد شوي وزنية جماعة الخير مو بكل شي تسمعونه وتصدقونه مو بكل شي كل شي تكذبونه لازم يكون عندك القدرة على تحليل الافكار لكن زيادة عن كذا لازم انت اصلا ما تسمح نفسك انك تقبل الافكار السلبية يعني حنو قلنا قبل شي نحط نفسك في بيئة مختلفة لكن بنفس الحالة لا تروح تجدع نفسك في بيئة سلبية بالكامل بالأصل يعني على سبيل المثال حنقول انت تطمح انك تكون عالم في مجال الفيزياء وان عندك طموح كبير وودك تساعد وتشارك في تغيير المجتمع اذا وودك تحقق هذا الهداف من المهم انك تجلس دائما في بيئة مشجعة محفزة كذلك عندهم طموح ممكن حتى في نفس المجال او مجال مختلف لكن لو انت تجلس مع شباب او ناس سلبيين ما عندهم طموح ما عندهم اهداف نايمين يقومون ينامون ما عندهم شي هذه البيئة تؤثر فيك سلبيا يعني مثلا الفكرة الاصحاب السوء دائما نسمحها هي نفس الفكرة المصاحبة هي تغير وتؤثر فيك يعني حنا تكلمنا في كتاب التأثير المركب انه في بحذات علمية اكثر خمسة شخاص تحترك فيهم هم اللي يشكلون افكارك واعتقاداتك والشيال اللي تحب تسويها المثل العربي قل لي منت صاحب واقول لك من انت فالبيئة المهمة يعني على سبيل المثال في احد الكتب اللي قرأتها يتكلم انه تخيل لو عقلك مثل حديقة هذي الحديقة تعتني فيها تقسقسها دايما مليئة بالورود والاشجار الجميلة وريئة حلوة هل لوحد اخوياك جابه وزبايل قالوا تكفى يا محمد مادي وانا حطن عادي حطن عندك شوي وجي اخذن بعدين ويجي كب الزبايل بالحديقة هل ترضى هل ترضى انك تخرب حديقتك بهذا الزبايل حتى لو تاخذ الزبايل وتحاول تغبيهن ورا الاشجار يبقى انه هذي الزبايل بتفسد الحديقة فالحين انت لازم تسعتني بعقلك بنافس الفكرة لا تروح وتجلس وتخالط بكثرة مع الناس السلبيين اللي يشفطوه من طاقتك اللي يحطمونك اللي يقولونك انت ملك فايد مستحيل انك تنجز وتسوي شي دائما يا جماعة الخير لازم انك تورون الوزنية واخر نقطة بديقول عن الفلترة يقصد الفلترة في البيئة وكذلك فلترة افكارك يعني لو نقول عندك مثلا بعقلك عندك افكار يعني حنقول مفيدة وغير مفيدة هذي جماعة الخير خلي بالكم فيها حلو يا جماعة لانا بنروح منتعمق فيها بعد شوي بس ابي ابنبت هالفكرة ذي قبل ما نوصل عليها انه في انواع من الافكار مو كل الافكار متساوية بالقيمة لكن يا جماعة الخير حنوح نكمل الان بفكرة يسميها المؤلف كينيكتينغ the dots وش نقصد هذي اذا قلنا ال dots حنقولنا احداث في حياتك يعني احداث قد يكون تجارب مشيت فيها معلومات قرأت في كتاب قد يكون نصائح الناس اعطوها انت حياتك قاعد تعيشها في سلسلة كل يوم هذي النقاط هذي الاحداث تزيد وتزيد وتزيد وعقلك طريقة الربط الافكار مع بعض تشتغل بربط حسب سياق افكارك والسياق هذه النقاط او الاحداث اللي صارت لك يعني حنقول انت ما تعرف شي عن على سبيل المثال بريطانيا حلو ما تعرف شي مرة جلست مع احد اخوياك سافر لبريطانيا يقول بريطانيا على سبيل المثال جوها باردة على سبيل المثال ممكن اهلها احيانا جافين شوي هذه المعلومتين تقدر تعتبرها نقاط قاعد تشكل لك سياق فكرة بريطانيا بكرة تفتح كتاب وتقرأ عن بريطانيا ممكن تقرأ معلومات تانية اكلتهم المفضلة فشن تشيبس عدد سكانهم كذا وكذا فهذه النقاط تزيد بسياق الفكرة بكرة حنقول رحت تسافر ببريطانيا ورحت وسافعت بس صيف واحتريت وين البرد فزدت نقطة بسياق الفكرة رحت شفت المناظر زدت نقاط فتشوف كيف الحين شكلت نقاط كلها تجي وتشبك مع بعض كأن شبكة هذه تلقى تفكارك كلما زادت هذه النقاط كلما قدرت تشكل فكرة أوضح يعني حنى لو بس أخذنا فكرة بريطانيا عن اللي ابتع ثخوينا أو من الكتاب اللي قرينا ممكن ما قدرنا نشكل هذا الصورة الواضحة أبيكم تطبقون نفس الفكرة ذي بكل الشيء في حياتكم لأنه هذه تركت تفكيرهم ستيف جوبز عنده عنده كلمة جدا 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 جميلة عنده كلمة كاملة سوها بالفن وخمسة في جامعة ستانفورد يتكلم عن نفس الموضوع هذا لأنني لم يكن لديك الموضوع ولم يكن لديك الموضوع أعلم عن سرif وانسرif typefaces عن مختلفة عن مختلفة بين مختلفة بشكل مختلفة كانت جميل وليس لم يكن لم يكن لديه حياتي في حياتي في حياتي لكن 10 سنوات بعد عندما كنت تنظر المقintosh كلما رحلت إلى مي إذا لم يكن لديه في ذلك سنوات في مجرد لم يكن لم يكن لديه مختلف typefaces أو مفتوحة مفتوحة من قطعة وعنما أنه فرصة مفتوحة مقابلت يجب أن لا يمكنها أساسي يجب أن يكون لديهم بالطبع، كانت في حالة مستحيل أن تتحرك المفتوحين عندما كنت في مدينة لكنه كانت جداً جداً أن تتحرك 10 عام بعد لا تستطيع أن تتحرك المفتوحين يمكنك أن تتحرك المفتوحين أنه دائماً يا جماعة الخير لازم تحاولون تعيشون تجارب كثيرة تقرون كثيرة، لا تتوقفون توقفون عن الأشياء الجديدة لأن كل ما يكون لك شيء جديد كل ما يزود هذه النقاط وهذا الأحداث كل ما تقدر تشكل فهم كامل ليس فقط للموضيع المحددة ولكن فهم للحياة سنقول بجزئية أكبر وكذلك أنا دائماً أعشق أقرأ في كتب السير سير حياة الناس، سوء كان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سير أخرى في ناس مؤثرين في الحياة لأنك دائماً إذا قرأت في حياة الناس تقدر تشوف هذه النقاط شوية شوية تتكون يعني عندك الشخصية النائهية المؤثرة في التاريخ وتقدر تشوف تجربتهم من طفولاتهم وكيف كل النقاط حقاته في حياته شوية شوية تتشكل وتربط مع بعض حتى تكون شخصيته وقدرته وإنجازاته في حياته فدائماً استمر بالتعلم وسقي عقلك في التجارب الجديدة ذكرون قبل شوية جماعة يوم قلت لكم تذكروا النقطتين المهمة عن الفكر المفيد والغير المفيد يعني أحياناً كثير من أفكارنا ما هي تفكير مفيد يعني مثلاً لو أنا قاعد أفكر الحين ليش؟ ليش البسة هجت مني؟ هل لأن ما تحبني؟ هل أفلان يوم قتلوا كذا؟ هل زعل مني؟ هل يوم سويت كذا الناس تضايقوا مني؟ ليه؟ هذه اللي نعتقدها تفكير مو دائماً حقيقةً تفكير مفيد بمعظم الوقت هي خوف أو هل هي توتر أو هل هي قلق ولكن ليست تفكير بمعنى المفيد ليش طيب نفكر هذه الأفكار ذي هي غير مفيدة؟ نحن بشر ما حنا كمبيوترات فقط نفكر بالشياء الفعالة أننا نكون فعالين مئة بالمئة من الوقت طبيعاً نفكر بهذا الأفكار ذي لكن هي ليش المؤلف يذكرها؟ ليش داريانس قاعد يؤكد بهذه؟ أنك لازم تعرف أنه مو كل الأفكار اللي ببالك نفس السواء أو نفس القيمة أحياناً عندك أفكار قيمة لها أنه بتساعدك تفيد أحد لها معنى وأحياناً هذا الأفكار هي مجرد قلق مغطية في غلاف شوكولاتة تعتقد أنك تفكر تفكير مفيدة ولكن في الواقع هي بس قلق وإنك إذا كثرت من هذا التفكير السلبي يسبب لك حنقول ضرر نفسي مو شرط ضرر ولكن يمكن يضيق صادرك يمكن تزعل يخليك تتشتت فقدر ما تستطيع حاول أنك إذا جيت تفكر وتتعمق بموضوع حاول تفكر بشياء اللي تحت قدرتك إشياء تقدر تتحكم فيه يعني أنا مثلاً ليش هذا فلان يحبني وليما يحبني أنت تقدر تتحكم ماذا يحبك ولا لا أنت تفعل اسباب قدر ما تستطيع لكن بالنهاية كل شيء بيد الله يعني حنما نتكلم يعني أنه خلاص اسفه الناس أنا بخلي أنا بسب وخلي أزع لا لكن يقصد المؤلف هنا أنه حاول قدر ما تستطيع فقط تفكر بالشياء اللي فعلاً تحت سيطرة يدك يعني فعلاً الشياء تقدر تتغير وتتحكم فيه ومن الأشياء اللي تقدر تتحكم فيه هي قراراتك ويكمل المؤلف في هذا الفكرة الثانية أنه أنت لا تتجاوب بقرارات سريعة لأن عادة القرار السريع يجي من العاطفة وليس من الفكر والعقل يعني أنت لا تقول إيه على طول أحق لها وديك تطلع إيه طيب شويش حبيبي؟ فكر هل ممكن جدولك ما يناسب؟ هل ممكن شيء؟ قدر ما نستطيع فكرة الكتاب هذا تصفية العقل صح ولا لا يجي معدو الخير فدائماً التصفية العقل سوف يأتي من الفكر ومن المنطق مو من العاطفة والعجله فعادي خذ راحتك فكر بالجواب إذا أحد سألك سؤال صعب طيب ما هو بعيب أنك تكون ما أدري أنت لو سألت سؤال أنا ما أدري ممكن أقدر أبحث لك لكن في الواقع ما أدري كل المفكرين بالتاريخ لم يسبق واحد منهم يفتخر بسرعة الرد بالعكس يحب أن يفكر يحب أن يطلع الفكر الصافي الصحيح هذا لا يعني سر سقراط وتعال وفكر وحال لكن يعني بمقصود أنه لا تسر عند حاراً دم ترد بكل شيء إيه بدون ما تفكر وتحلل وتشوف ولكن خليك دائماً وسطية سر ووزن بين الإيه ولا السرعة والبرودة والسبب لأنه أفكارك هي اللي تشكلك يا جماعة خلنا أخذ شوي فاصل يا جماعة الخير خلنا أشرب الأفكار اللي أخذنا اليوم شربوا موة يا جماعة الخير بالذات في الأجواء الحارة يا جماعة الخير الموة مهمة يا جماعة الخير لكن 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 خنكمل بعلوم داريس ونشوف وش يقول بعد في الكتاب شرايكم يا جماعة الخير هل وشو أنت ما بيعني أطلق سؤال فلسفي يعني فأنا ما أقصده من هذه الناحية لكن فيها فكرة يذكر المؤلف وهي هل أنت تكوينة أفكارك أو هنقوله بسياغة ثانية تكوينة أفكارك هي اللي تشكلك تشكل شخصيتك تشكل أفكارك وتشكل كل شيء وحنا ذكرنا ذا قبل شوي يعني يوم قلنا في البيئة أنه لازم تفلتر أفكارك لازم تخليها نقية ولازم أنك تشيك ببيئتك لكن لو ناخذ هذه في درجة أرتفع يعني حنا قاعد نتكلم قبل شوي بالمدخلات بمقصود أنه الأفكار اللي تشكلنا لكن هل الأفكار اللي حنا نفكرها تشكل شخصيتنا ها شرايكم يا جمد الخير يجيب قصة المؤلف يتكلم عن واحد عالم وهذه عاد قصته وكان أصغر شوي هذا العالم كان يواجه مشاكل كثيرة من القلق ومن الاكتئاب ووصلت لدرجة أنه قرر الشخص هذا بالانتحار وأنه يأخذ حياته بعد السنين وبعد ما كبره شوي أكثر وأكثر بدأ يصيب بهذه الأفكار لدرجة أنه وصلت حدا وخلص بينهي حياته لكن سبحان الله صد في مرة وهو كان يقرأ كتاب لقى على عبارة من فيلوسوف فرنسي العبارة اللي قراها لم يكن حرية الإرادة قدرة على فعل أي شيء بل كانت حرية التفكير وقدرة التفكير بأي شيء وش يعني يقصد أنه يا جماعة الخير كلنا عندنا القدرة أن نفكر باللي نبي نفكر فيه وتحديدا أنه هذه الأفكار هي اللي تشكل شخصيتك مثل ما ذكرنا سابقا هذه العبارة أثرت بهذا الشخص وأخذ المسؤولية في حياته وقال أنه تصدق يا جماعة لا راحوا صح صح راحوا عالج نفسه راح تعالج للاكتئاب اللي كان عنده وراح من أثره لهذه العبارة وصار من أكبر العلماء المؤثرين في علم النفس واسمه ويليام جيمز وكمل يعلم الناس أنك أنت تقدر تتحكم بأفكارك اللي بيتحكم بشخصيتك يعني إذا وديك تغير نفسك إذا وديك تكون شخص مختلف أفضل إذا وديك تكون أفضل نسخة من نفسك لازم تغير أفكارك وأنت قادر أنك تغير أفكارك بتوفيق الله سبحانه وتعالى وللتأكيد ويليام جيمز ما يقول أنك تقدر تتحكم بفكرك وتغيرها ولكن تقدر تتحكم على أي الأفكار في عقلك تركز عليها يعني إذا عندك فكرة سلبية وفكرة إيجابية أنت بقدرتك أنك تختار أيهم من هذه الفكرتين تركز فيها وهذا التركيز اللي مع الوقت يشكل فكرك إذا الفكرة موابحة دائما ينصح المؤلف داريوس أنك ترسم أفكارك يعني إذا أنت حيانا حسيت أن عقلك مليان على سبيل المثال أو أنك متشتت أو أنك ودك تصفي عقلك يعني كذا مليان خذلك ورقة وقلم والله ما تلقبت للورقة وقلم وإرسم الفكرة اللي ببالك اكتب الشياء اللي بعقلك رح اكتب 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 خلى الورقة يحفظ لك وعقلك يفكر لك لكن عندما عقلك يصير مليان صعب أن يشتغل معك فهذه نصيحة كبيرة يعطيها المؤلف داريوس أنه لازم 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 اسمح لعقلك تفكير وللورقة ليحفظ تخيلوا هذا حياتك هذا القلم اعذروني لمستمعين الحلقة هذه لكن بحاول وصف لكم كذلك تخيل لو أنا ماسك قلم الحين هذا القلم هي أنت وهي بحرك القلم الحين من يساري إلى يميني هذه الحركة هي حياتك وهذا حياة كل إنسان أنه يستمر 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 وإن شاء الله أنه قاعد يتحسن يتحسن الحين هنقول أنه هذا القلم هي عقلك وتقدم عقلك مرة ثانية أرجع القلم على بمسك القلم بيد اليسار ومن جسمي اليسار يبدأ يمشي 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 شوي شوي يرتفع وثم يصدم جدار حلو يا جماعة الخير يصدم جدار بعض الناس يقولون خلاص هذا الجدار اللي عقلي يصدمه هذا حدي أنا ما أقدر تعلم زيادة ارتفاع القلم يقصد أنه تعلم زيادة يتحسن فأنا خلاص هذا حدي ما أقدر زيادة هذا ربي يخلقني من هذا الشكل ولكن يا جماعة الخير هذا الجدار اللي تواجه في حياتك عادة ليست جدار هي مثل بوابة هي مثل اختبار لكل الأشياء اللي تعلمتها في هذه المرحلة السابقة فأن يجب عليك على كلام المؤلف داريس أنك تستمر وتحاول أنك تتفوق وتقفز هذه الجدار أو هذه البوابة بفتح الباب وفتح الباب هذا يحتاج من الصبر يحتاج من التعلم يحتاج من الإرادة الداخلية للصمل وبتواجه كثير من هذه الصدمات اللي تعتبرها جدران والواقع أنها بوابات هي فرص لأشياء جديدة هي تكوينة كل التحسن والتقدم اللي سويتها في هذه المرحلة اللي بتشكل إلى مرحلة هذه أنه عقلك وتطوير عقلك هي تجي في مراحل ما في إنسان عقله مثل ما ينولد يعني مثل عقل الطفل هل هو نفس عقل الكبير عقل اللي يدرس باكالوريس نفس العقل للإنسان اللي يدرس الدكتوراه لا لأنه عقل الإنسان وتطور عقل الإنسان يجي في مراحل ففي كل مرحلة لازم تصدم جدار ولكن داريس يقول يا جماعة هذه ليست جدار بل إنها بوابة وتجب أنك تفتح هذا البوابة بالصبر واستمرارية والإرادة بالتعلم زيادة وكذلك تقدر تعتبر هذه البوابة موها صدمة أكثر من إنها راحة أكثر من إنها فصحة لراحة ورياحة عقلك يعني خل عقلك ترتاح وفي هذه الوقات اللي حنم مرتاحين في سؤون كان هذه الراحة وأي راحة هو في أي يوم من حياتنا على كلام المؤلف من المهم إننا أخذها لوقت للتأمل وتحديداً بتأمل بنفسنا بفكرنا وبأفكارنا بشكل عام اسمح لنفسك وقت للتفكير طبعاً اللي بيعرف ليش هذا الأفكار مهمة جداً يروح يشوف حلقة كتاب التأثير المركب ولكن بصغة عامة التأمل هي ليوضح لك الخطأ من الصح من قراراتك يعني حنقول أنا اليوم حنقول رحت الاجتماع وجلست مع أخيي ورحت ورجعت لناية اشتغلت شوي ونمت أنا الحين روح أتأمل عن اللي سويت اليوم أقول والله في ذيك الاجتماع مفروض طلبت منهم كده وكده وكده والله يوم كنت مع أخيي مفروض أني بكرت شوي فهذا الاطلاع لا نقصد فيه ندم على الماضي نقصد فيها الاطلاع بقراراتنا السابقة حتى عشان نقدر نحسن قراراتنا في المستقبل إذا ما طلعنا على اللي سوينا ما نقدر نعرف كيف اخطينا يعني الخطأ اللي تسويه باستمرار بتستمر انك تخطيها وتسويها ما قعد تتحسن ما قعد تكون أفضل من نفسك الاطلاع لا يقصد الندم في الماضي حلو حلو لكن يا جماعة الخير ركسوا ركسوا المؤلف هنا لا يقصد انك تسترجع وتروح وتتندم على قراراتك السابقة لا يقصد انك تتعلم الخطأ والصح من اللي سويته لأنه الندم على الماضي ترى مصيبة وإنها فيها خطورة على عقلك ونفسك فلكية يعني وهذا الي يؤكد عليه وهذه ختامة حلقتنا لا تنظر للماضي تأمل لكن لا تنظر تأمل لكن لا تلصق عيونك فيه لأن الحياة هي اليوم هي مو أمس ولا هي بكرة تأمل في الماضي عش الحاضر وخطط للمستقبل وهذه كلمات جميلة ممكن نقدر ننهيها ونختم حلقتنا اليوم تأمل للماضي عش الحاضر وخطط للمستقبل لكن يا جماعة الخير لحظة 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 قبل ما تنجوون اصبر اصبروا لا تنسون الشيك لهذا الحلقة يا جماعة Think Straight By Darius Foro لا تنسون الشيككم لهذا الكتاب Think Straight By Darius Foro يلا يا جماعة الخير ولا تنسون تصرفونها في بنككم العقلي تفضلوا أنا كنت محمد القفاري هذا الدكتور فلان ابن علان كتابنا كان Think Straight By Darius Foro ونقول لكم شكرا جزيلا على مشاهدتكم لا تنسون تابعونا على عسابنا الانستجرام وتشتركون في قناتنا في اليوتيوب اقترحونا بعض كتاب ليتوا ونشوفونا ونشوفكم الحلقة القادمة شكرا لكم